طبعاً عصرت كابتن أيمن هو لاعب ويعني رغم أن هو مشواره في الملاعب ما كانش طويل إنما كان مؤثر جداً جداً مع فرقته مع نادي الزمالك أو مع المنتخب يعني هو بدأ طبعاً مشواره في بلده في محافظة الشرقية وبعد كده انتقل لناشئين النادي الآلي بدأ يعني مشواره الرسمي نقدر نقول مع النادي الآلي في الناشئين وفي أحد المواسم تركوا قطاع الناشئين في الآلي يعني وانتقل إلى نادي السكة الحديد السكة الحديد كان في الوقت ده في القسم الثاني وهو كان هدف السكة الحديد في دور القسم الثاني واستطاع لأكتر من موسم مع السكة إن هو يفوز بلقب الهدف وتمكن في النهاية من المساهمة في صعود السكة الحديد إلى الدوري الممتاز طبعا أنا بعتزب أيمن جدا لأن هو شخص أولا من أهم على فكرة المميزات اللي تقدر يتسيبك من الكورة يعني هو فيه لعيبة تقدر يتقولي عليهم محبوبين في الناديين يعني دايما في الناديين القمة الآلي والزمالك فيه مجموعة لعيبة كده تلاقيه مفيش عليهم خلاف ما بيعملش مشاكل مع جمهور الفريق الآخر فبيبق عليه إجماع من الجماهير في الفرقتين تسألي أي حد يقولك آه لا ده محترم يعني فيه لعيبة فيه لعيبة تانية غاوية اللعب على وطر التعصب وأنه هو ما بيلاقيش نفسه غير في حالة التعصب لكن كابتن أيمن الحقيقة من الشخصيات على المستوى الشخصي غير بالإضافة طبعا لكرة القدم كهداف موهوب ولعب مميز جدا إلا إنه هو شخصية محترمة عارفة يعني عليه قبول من جماهير الأهلي والزمالك النادي الأهلي عادة ما عندوش المشكلة بتاعت إن فيه لعب بيلعب في الزمالك شفنا نجوم كتير للزمالك موجودين على شاشة قناة النادي الأهلي وده شيء على فكرة جيد جدا وبيدي رسالة لكل الناس إنه مش معنى إنه فيه اختلاف في الانتماء لنادي يبقى فيه عداوة كابتن أيمن أقوله طبعا برحب بيه في قناة النادي الأهلي وتحياتي طبعا للدكتور مصطفى عبدو أكيد وبقوله يعني بسأله هو موجود فيه دلوقتي يعني أنا ملاحظ هو كان بدأ مشواره كإداري كرة القدم كان مدير كرة في نادي الزمالك فترة بس ما عرفش هو حاليا هل هو اكتفى بالمشوار ده ولا لأ لإن أنا عرف إنه هو اشتغل خارج مصر فترة ورجع فإزاي بيخطط لمستقبله القريب في كرة القدم المصرية وبتمنى له طبعا كل التوفيق